فرحة غمرة تمتلئ بها الشوارع والميدين والحضائق احتفالا بعيد الأطحى المبارك وفي حديقة الأرمان الشهيرة بقاهرة تم الاستعداد بشكل مكثف لاستقبال الزائرين وللمزيد نتابع التقرير التالي بالسعادة والبهجة استقبلت حديقة الأرمان زوارها ما بين تنزه وألعاب مع مراعاة كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الجميع نحن عندنا في ملاه الأطفال هنا زي ما قلنا دلوقتي نحن بعملها صيانة وكده الملاه هذه شغالة طبعا ترفيها للأطفال وفيها عندنا كافتيريا في عندنا أهم حاجة بقى طبعا لها زي ما بيقولوا سرعة الهوى عندنا أشجار والناس بتتظل بالأشجار المساحات الخضراء الوسعة لأن في الزائر بتاع الحديقة بيبقى داخل هو داخل يستمتع بالجو فده بنحاول نوفره له من خلال المظهر الجمالي الأسر افترشت أرض الحديقة فيما فضل الأطفال اللعب والاستمتاع بالطقس الجيد لمشاهدة النباتات المختلفة صراحة احنا بنحبها لازم يعني يما بيقول لنا نروح حديقة تانية نقول له لا احنا بنحب الأرمان مكان هادي وكده وبندخل اللعب وبنصور في مكان جميل للصور كمان أنا جاي تفسح مع الأزهار ما بتبقى الزحمة أو في العيد بس بتبقى جميلة وما فيهاش ناس كتير لازم يكون موجودة كل سنة الجنينة فيها أمن وأمان وتقدر تسيب أولادك براحيتهم يلعبوا براحيتهم ما فيش حد بيقول لك لأ أكرة لأ أو مش منعين أي حاجة الملايه كويسة وفيها نسبة نعم الحضائق اللي كويسة اللي فيها أمان للأولاد بتبقى قاعدوا متطمن حواليك التأمين كامل من الأمن بتاع الجنينة نظافة كويسة مكان كويس بنحاول بقدر مكان نستثمر الوقت بتاعنا في مكان يكون فيه أمان للأولاد دايما أنا بحب أجي حديقة الأرمان في غير العيد بس نظيفة وهدية جميلة جدا مهتمين بها في كل حاجة ما شاء الله حماماتها الأماكن بتاعتها نظيفة جدا فأنا دايما خلال السنة كمان كلها غير العيد بحب أن أنا أخرك فيها أولادي وأنا دايما بأجي فيها إن شاء الله تعد حديقة الأرمان مقصد أساسي لعشاق الحضائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بعد استعدادات كثيرة لتضمن نزهة ممتعة وساحرة ترجمة نانسي قنقر